اشتركوا في القناة على كافة المستويات والهدف إلى تعزيز مسيرة العمل الوطني من أجل خير الوطن ومصلحة المواطن مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين مستمرة في خطط التنمية والبناء وتطوير في مختلف القطاعات لتقديم أفضل الخدمات وكل ما فيه خير البحرين وشعبها العزيز الذي يستحق كل الاهتمام والتقدير وأعرب جلالة الملك المفدى عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القايد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء على جهود سموهما للنهوض بمستوى الخدمات وتبني المبادرات ووضع الخطط ومتابعة البرامج التي تدعم الاقتصاد الوطني والتنمية والوصول بها إلى أرقى المستويات خدمة للمواطنين كافة مقدرا حفظه الله جهود أبناء البحرين في مختلف مواقع عملهم وما يبدونه من حرص واهتمام دائم من أجل تعزيز مسيرة البحرين ونهضتها وما يحققونه من إنجازات لإعلاء راياتها في مختلف المحافل وما يتميزون به من قيم نبيلة في التكاتف والترابط في إطار روح الأسرة الواحدة التي تجمعهم وأكد جلالة الملك المفدأ يده الله أن استضافة مملكة البحرين للاجتماع المشترك لوزراء خارجية مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تأتي انطلاقا من ثوابتها التي ترسخ قيم التضامن والتكاتف والتعاون بين الأشقاء لمواجهة كافة الأخطار والتحديات الراهنة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد فيها المنطقة أحداثا ومتغيرات متسارعة منوها جلالته بنتائج الطيب التي أسفر عنها اجتماعهم والتي تهدف إلى حماية الأمن والاستقرار في المنطقة ومقدرا جلالته الجهود المثمرة التي يبذلها وزراء الخارجية لكل ما فيه خير الجميع